مساء الخير ولسه ندال الأحمدية في تصريحتها الجريئة جدا عن الفنانين والنهاردة بقى نتكلم عن شيرين وكلام ندال الأحمدية عن شيرين ندال كانت طالعة في برنامج وتكلمت عن كل المطربين وعن كل الفنانين اللي عندهم مشكلة معاها واللي ما عندهمش مشكلة برضو تكلمت عنهم وأول كلامها عن شيرين إن هي مجروحة قوي وروحها مكسورة وبتغلي من جوة وقالت كمان إن هي كان ممكن تستحمل أي حد يأذيها لكن أمها لأ صعبة عليها قوي وإن إزاي والدتها تقول عليها مدمنة قدام الناس وشيرين من جوها مش بتسأل هي ليه ماما عملت كده كل اللي بيدور في دمخة إزاي ماما عملت كده والمزيع اللي كان قاعد مع ندال سألها وبيقول لها تفتكري زواج شيرين هيستمر من حسام حبيب؟ قالت لا والزواج ده مش هيستمر ومش هتقدر تتكلم أكتر من كده واسألها المزيع تاني قال لها أنا عارف إنك مقربة جدا من شيرين وليه ما نصحتهاش بخصوص الموضوع ده قالت له ندال أنا بسمع لها أكتر وهي كانت وغضة قرار وأنا قلت لها ما تتصرعيش فيه والمزيع قال لها يعني الحب أعمى قالت له هي وعية بس مضطهدة ومضطهدة من الكل وقالت له كمان هي في الفترة الأخيرة بقت موجوعة لإن وزنها زاد وهي مش متعودة على الوزن الزيادة وعلشان كده ده رأها بقى بيوجحها ده غير إن شيرين روحها مكسورة وده كان كلام ندال الإحمدية عن شيرين عبد الوهاب طيب خلينا إحنا بقى نرجع ونتكلم إحنا متفقين إن المشاكل اللي كانت ما بين حسام حبيب وشيرين دي كانت مشاكل عائلية يعني واحد ومراته اطلقوا ورجعوا مشاكل عائلية وإن المفروض إن كل اللي يهم الناس هو فن شيرين وبس وده طبعا ما بيحصلش لإدن الناس بتزعل بيزعلوا على شخصية فنية هم حبوها وعرفوها بس شيرين كانت بتطلع وتحكي وتقول ده حسام عمل فيها ده حسام بهدلني ده حسام قلي ده حسام ما قليش فهي شيرين اللي كانت فتحة حياتها قدام الناس المفروض دي حاجات شخصية ما تطلعش للناس وطبعا هي شخصية معروفة إزاي مش هتطلع للناس بس على الأقل كانت داري شوية إنما بقى موضوع أخوها وموضوع والدتها ده أنا كنت متحفزة على لمن الأول أخوها عارف إن هي فنانة وليها وضعها في المجتمع ما كانش المفروض أبدا إن هو يطلع ويشاهر بها بالطريقة دي حتى ولو كان خايف عليها لإن كده أزاها أكتر أزاها أزا نفسي وللأسف والدتها كمان نفس الشي بس نرجع ونقول الأيام بتدوي كل الجروح وده آخر الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الاشتراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات مع السلامة